الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليغيره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد فإن مصائب الدنيا أو ما ينزل بالناس من أي بأس لا يجعلهم ينسون ذويهم وأهاليهم وأقرباءهم ولكن زلزلة الساعة تذهل فيه المرضعة عما أرضعت ويكون شعار الناس اللهم سلم سلم ونفسي نفسي إذن عليك أيها المسلم أن تتدارك نفسك قبل أن لا يكون يوم القيامة أو يوم القيامة دينار ولا درهم وتدافع الحقوق فيما بينكم وإياك أن تكون من المفلسين من الذين عملوا أعمالا أمثال الجبال فأخذ الناس بما ظلمتهم وما اعتديت عليهم فاتقوا الله عباد الله وأحسنوا العمل وحافظوا على حسناتكم حتى لا تكونوا كالذين قال الله فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا في جمعة قبل الماضية تكلمنا على خلق عظيم وهو تابع في الحقيقة للإيمان ألا وهو حسن الظن بالله تعالى تكلمنا على حسن الظن وأحكامه وفضائله حتى قال قائل القوم وإني لأرجو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه قالك من كوني أحسن الظن بالله وأرجوه كأنني أنظر إلى استجابة دعائي وكأنني أنظر إلى قبول أعمالي وكأنني أنظر إلى نصرة المظلوم وغيرها مما وعد الله به وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفرع عن حسن الظن بالله خلق رفيع هو حسن الظن بالناس حسن الظن بالناس أن يحسن المسلم الظن بأخيه المسلم وبأخته المسلم وقد نزل في هذا قرآن كريم يتلى إلى يوم القيامة قال الله تعالى في سورة الحجرات والمسمات سورة الأخلاق يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه الآيات يقول الحافظ ابن كثير في التفسير يقول الله تعالى ناهياً حال منصوبة يقول الله تعالى ناهياً عباده عن التهمة عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب وسائر الناس يعني ما فيش داعي إلى هذا الظن السيء وقد ناهياً عباده عن كثير من الظن وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب وسائر الناس في غير محله يعني ما فيش داعي إلى هذا الظن السيء وقد نهى عن كثير من الظن لأن بعضه إثم وبما أنك لا تميز إثمه ممن ليس بإثماً فالاحتياط أن تترك الظن كله قال أبو العتاهية إياك والظلم إنه ظلم إياك والظن إنه كذب فالظنون تكذب قال تعالى قتل الخراصون كما في صورة الذاريات الخراصون جاء في تفسير هم أهل الغرة والظنون السيئة يشك بزاف في الناس هذا موجود فينا أكل على درجات كالي عنده غرام كالي عنده كيلو كالي عنده قنطار وهكذا كما الأخلاق السيئة عدنا منها نصيب والأخلاق الحسنة لكن كل واحد عنده ميزان وكالي رأي يجاهد في نفسه وبهي بطل بالأخلاق السيئة وكالي مع البلوش كالي حتى يفتخر بسوء الخلق ما هو موضوع نرجع إلى سوء الظن إن بعض الظن إثم قال سفيان ثوري يكون إثما إذا تكلمت به قادر تظن بأخيك شيء ولكن إذا ما اهدرتش يبقى في نفسك لكن لازم تعال جدا لأن الخطرات هذه والأفكار قادرت لتتولد إذا كلمات وبالتالي تجاهدها قبل أن تولد وأن تخرج وتستحق بها الإثم ولهذا جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سلمان الفارسي مع أناس كانوا فيه سفر أو فيه غزوة فالنبي عليه الصلاة والسلام دار ناس مثلا لبس بهم مادية معهم واحد والله فقير ويتعاونوا قال ذوك شو الماكلة ربما هذاك يطيب بل يجيب المعادي يتعاونوا وخادم القوم سيدهم زوج من هذوك الناس بعثوا سلمان الفارسي ما يقعوش ماكلة ولا بعثوه قالوا له روحوا الأسامة بن زيت قلوا يعطينا شوية من الخزين العمومية النبي أسام قال لهم علي شي لخص كم شو يجيبوا ماكلة من ثم نهضر اللغة تعناها باش نتفاهمهم باش نتفاهمهم فراح سلمان الفارسي إلى أسامة قالوا أسامة لا يوجد ليس عندي فلما رجع سلمان إلى ذوك زوج قال لهم رأس أسامة يقول لكم ما عندي إيش قالوا أما إنه عنده ولكنه بخل كما تقولوا هتسلف ليه قلوا كما عندي يقولوا والله ما عنده ما حبش يمدلي ولا تقولوا عندك لك حاجة شفتها في داره وبالك خاطئة ومتسلفها أخي قلنا حاجة كما قدى بعد النار فهذا سوء الظن ومبعدين بعثوا أسامة لوحده خر صحابي قال روح شوفنا فلان جبنا ما عنده الماكلة راح رجع قال لهم الله ما عنده وش قالوا على سلمان على سلمان الفارسي قالوا سلمان هذا لو أرسلناه إلى بئر سميحة لا رجع لا لغار ماءها كما احنا نقوله واحد نقوله انت كنا بعثكم لبحر تلقى هنا شف هذا النبي عز وجل ما عشبوش الحال وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم بل على العكس نحن مأمرون بحسن الظن جاء في حادثة الإفكي قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه وأدغم أبو عمر قال إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك المبين عز وجل عجيبة ما قالش ما قالش كي سمعتم عائشة تهموها ما قالش لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بالمرأة خيرا أو بعائشة خيرا أو بأنفسهم عليها لأن وحد الصحابي لما بدوا يهضروا على عائشة نسعبك الكلام هذا هو الذي يكب الناس في النار وعياذ بالله كما جاء في حديث معاذ واحد لمرأة بدأتها درقتي وقالت سمعتها راجل سمعت بللي عائشة زوج النبي قالوا بللي درت قالها والله أنت سخصي كبار قالها أنت يديري وش قالوا عليها درت يعني أنت يالو كانت تخلي في غزوة ولا في قافلة وجي رجل صحابي ولا جارنا وجي معه ديري الفاحش قالت لا لا قالها كما ظنيتي في نفسك الخير ظنيه في عائشة وهي خير منك هيا قالها ستسكر علينا فهم احنا بعض الناس يقول يزيد يزيد في ذا الهضرة يدي هضرة منه ويزيد فيها وينقل سواء يعني مسائل للأعراض ولا مسائل أمور أي نقل الأخبار هكي شوفت أحيانا تلتقى داعية يقول كلمة في سياق معين يروح يقططعها وروح يتصطب شيخ مسكين هكذا قاعد الجواب فقط وكان يرجع على أصل الفيديو ها الشيخ راه العالم الفلاني قال هناك أي في القرآن اسمها آية التفاحة وهو ما قالش هكذا والله غير كذب ها الشيخ الفلاني راه كان في قناة يعني تقدم حصص ومنه راه كلم عن النساء وكلم عن وهذا كذب على هذا الداعية ولا غيره أحيانا كما الظن في نفسك إذن السفيه يقرأ ما فيه بارك كما قال الشاعر أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما ظر نهر الفرات يوما حشكم إن بال بعض الكلاب فيه فقال هذك الرجل الصحابي قالها أنت يا ما تديريش هذا الشيء وتقولي عائشة دارته قالها خلاص قالها لو لا إذ سمعت به ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك المبين وثم ذكرنا حسنة الإفك ما كاننا نرجع له حديث طويل جدا روحوا نشوفوا النبي عليه السلام كيف تعامل مع أصحابه وأقاربه في حالات هو أحسن الظن بالناس نبدأوا بعائشة أم المؤمنين في حادثة الإفك لما النبي عليه السلام كثرة الهضرة وكذا خرجت الصحابة قالوا شوفوا يا ناس قد علمتم أن فلان يؤذيني في أهلي ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا قال أنا زوجتي أعرفها وما نعرف عليها إلا الخير حذاري لما يكون إنسان متهم انت يا عوض مجي دفع عليه ولا تقول أنا ما عرفنا عنه لا خير ولا أسكت السكوت على بيك الصمت ناجأت قال عليه السلام من صامت ناجأ قال هم أنا الزوجة اللي أعلم عنها وفعلا أتصور له كان النبي عسيم قال راني شكيت ولا كذا هاي ما تنسى هل وش عائشة سواء قال ما علمت على أهلي إلا خيرا وقلنا لكم حتى وش قالت حفصة وش قالوا ضرائر توحى وش هدولها بالخير إذن ما علمت على أهلي إلا خيرا نلاحظ ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام خط ربعات الصحابة قالوا رح جيبونا الزكاة من عند العباس من عبد المطالب ورجل آخر وخالد الموليد خالد الموليد كان عنده دروع وأسلحة وكذا هما اللي رحوا شوفوا عنده ذلك الماتريال يعني قالهم ما عنده شوش نزكي راجعوا قالوا يا رسول الله خالد رأي ما حبشي من الزكاة قال أما خالد فوالله إنكم تظلمون خالدا فما هو إلا أن عنده أدرعا عنده أدرع وعنده أسلحة وعنده يعني أشياء تحرب أوقفها في سبيل الله قلتوا عنده ما حبشي مت فدافع عنه في غيبه وأحسن به الظن ليعلم الناس أن يحسن الظن وإن ظهرت لهم بعض الملامح أن تعسوا الظنون نزيد لك مثال آخر في غاية أهمية رواه الإمام مسلم رجل أعربي من بني فزارة فزاري هل فاميليا كما نقوله دشرة اسمهم بني فزارة جاء إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله لقد ولدت امرأتي غلاما أسود وإني أنكرته قالوا جابت زوجتي ولد ما يشبه الناش خلاص قالوا عني شكيت من جني الولد هذا النبي عليه السلام بهدو قال له أسألك هل لك من إبل عندك لغمان عندك الجيمال عندك لغنم قالوا نعم قال ما ألوانها قال حمر قالوا حمر أغلبية تحمى حمر قال فهل فيها من أورق الأورق هو كما نقول إحنا جري هل فيها من أورق يعني لون ماهوش حمر من الوالدين يعني تزاوجوا قال نعم موجود قالوا من أين هذا اللون قال لعله يكون نزعه عرق يعني نزعه عرق إحنا في البيولوجيا البيولوجيا مولوكولا البيولوجيا الجزائية كان حاجة يسموها الصفة المتنحية أو الطفرة الوراثية بسبب العبور بسبب أشياء في الآلن وفي الأديان هذا الشيء ما معنى قادر يكون جدك الخامس البعيد كالمثال لون عينيه مثلا زرق وبعدين هذه الصفات تتلحها تكون ضعيفة فتسود عليها صفات أخرى تغطي عليها في الجيل الخامس اللي بعده والسادس في الأحفاد يظهر ولد لون عينيه ماهو لون عين الأم ماهو لون عين الأب يسموه في العربية نزعه عرق قديم وفي البيولوجيا يسموها في الوراثة في الجينيتيك يسموها الصفة المتنحية أو الطفرة الوراثية قادره ما كاش قاع في الفاميليا صار الطفرة وحتى علماء العلوم ما قولهاش تفسير يوصفوها صح لماذا تحصل من عند الله فقلنا قالوا لعله قالوا وهذا الولد لعله نزعه عقل وانت تتهم زوجتاك فرجع الرجل هادئا وثم ما كانش التحالية على الأديان واختشتركه هاد رابارك تعشي مشكلة وتعشي مطلقو وليو في اللعان وليو في المصيبة فالإسلام حريص على الأعراض شوف حسن ظنة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يعرف المرأة هذه أصلا قالوا انتهلك تعقد في الأمور ابدأ تقدم حسن ظنك تريبك رائبة أو شيء مريب كما قال ابن كثير في غير محله أو قال القرطبي هو التهمة بغير سبب لك سبب قوي قلبين مش انتم مجرد أن تجد رقم هاتف مجهول في هاتف الزوجة أو تقارب وتكلم فاتت تتهمت وتخبه وتدير في الجوسة لا ما لو كان هقدام واحد ما يخالط واحد وتشك في الناس كله في شركتائك وفي زوجك وفي العامل فالإنسان يقدم حسن الظن ويلتمس الأعذار كما قال محمد بن سيرين قال لعل له عذرا إذا رابك من أخيك شيء فقل لعل له عذرا ولا يصح حديث لا يصح حديث التمس لأخيك سبعين عذرا فإن لم تجد فلو من نفسك هذا مروي عن سيدنا جعفر الصادق رحمه الله تعالى وليس بحديث ولكن معناه أنك تحاول تلقى عذر كما قال سيدنا عمر بن الخطاب يعني إذا خرجت كلمة من أخيك المسلم فلا تحملها على الشر وقد تجد لها في الخير محملا قل مقصج هذا الشيء كذا كان زعفا باش تحافظ على العلاقات والأواصل كذلك من الأمور التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام حسن الظن ما رواه البخاري وغيره باختلاف الروايات باختصار شديد باش تفهم القضية معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه من فقهاء الصحابة كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد نابا والعيشة ويرجع للدشرة نتاحهم بالقرية نتاحهم يصلي بهم العيشة هو يصلي هنا فيه وهما يصليه فارضة وحده نهار النبي عليه الصلاة والسلام وخر العيشة وخره قريبنا الصليل والنصرهم يستنوا في الإمام تحميجي نقوله النبي عليه الصلاة والسلام نقوله هنا في الوبيالات ولا أخر في أي تعريف ولا في سيدين أعمان ولا في تدميت فرجع معاذ متأخرا ويجزد صلى بهم بصورة البقرة مئتين ستة وثمانين آية خمسة حزاب إلا قليلا في صلاة العيشة كان وحد الشاب ثم كان يصلي مع أبي هرين سيدا من ذلك الكتاب من يبني إسرائيل والبقرة وموسى وره يمشي فش بدروح ذلك الشاب اركع صلى العيشة التعورة وحد معاذ جابه هالوجمعة سخنة أسمع شفت هذا كسيد وجدار راح خرج من صفه صلى العيشة وحده وخلاك قال معاذ أما إنه منافق هذا لدار هكذا خلاص خلاص راح الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكي وراح معاذ يشكي راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام هذا معاذ صحابي وإمام وفقه وهذا شاب إنسان بسيط عام بإمام النبي عليه الصلاة والسلام سمع الطرفين وش قال المعاذ قالوا أفتان أنت يا معاذ تفتان شراحوا وش قالوا قالوا تفتنت الناس في الصلاة حتى تنتركها أفلا قرأت بشمسي وضحاها وأسبح اسم ربك الأعلى والآيات السور القصار المتوسطة يعني قصار المفصل بعدين قال إن منكم منفرين من أم قوما فليخفف وقال لي معاذة فإنه يصلي خلفك الكبير والمريض والمسافر أنت المسجد على الطريق ولا في الصلاة وأنت على أخر تحكم لك تتصلي بالناس يجب أن تكون حاكم والله لما الفجر يقول يقريب للسبعة واحد يروح يخدم واحد يروح للجامعة واحد يدي بنته وترك في ترونسور واحد منتاية تبدأ تجيب بهم صورة سبعين آية ثمانية آية يجب أن تكون عندك حكمة وتكون واعي بالحياة لداية رابك هنا لما الفجر يتأخر قصر سيدي أقر شوية خفيفة وخلي الناس يربحوا الجماعة والإيمان يقول طالح الم وما يتفتنوش وما يضيعوش صلاة يروح يخدموش غالاتهم أما أنا قريبا حنقوله تولي بعض الأيمان يكوش عن دواعي ربما كأنه يمكر بالناس وبعدين يصلي بكتاية يجب 18 دقيقة في الفجر يروح ويرقود حتى الـ 11 وانتا تروح تمرمد تلحق بالخدمة الله هللحكت وبعدين تولي غدوة مجيش للجامعة هذه فائدة بارك نرجعوا إلى حسن الظن باش تقول وش دخل هذه في هذه معاذ كي قال النبع السلام أها ذكره منافق قال له ذاك رجل أما أني والله لست بمنافق وسيعلم معاذ إذا جاء العدو من أنا يعني قالوا كي تجي الغزوة ونجي الحرب والجهاد نشوف إذا أنا منافق ولا لا فجاءت غزوة يعني حل الجهاد فشارك الغلام في الغزوة فمات شهيدا النبع السلام قد وعيت المعاذ قالوا معاذ ذروح حرو ما فعل خصمي وخصمك حبيبنا تعال بارح اللي قلت عليه منافق مجدال في الله الحرب معاذ حشم واستعرف واستعرف حين تغلط تترع قال لقد صدق الله يا رسول الله مات شهيدا قالوا أنا لغلط تهمت بالنفاق على الجلسة الله وحده وخرج من الجماعة أنا السبب لاضطريت وخرج من الجماعة على إحدى من هذه قصة نبع السلام الإنسان قالوا ها وتهم ابن منافق فإذا به مات شهيدا أعلى درجة يعني الإيمان والجنة إن شاء الله تعالى إذن قلنا هكذا يعلمنا النبي عدم تسرع وحسن ظن بالنس الصحابة اللي تربعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام روى الإيمان بخاري أن رجلا من مصر جاء حاجا فقال رأى الناس ضائرين بحث شيخ كبير قال عالم بين قال من هذا الرجل قالوا هذا عبد الله ابن عمر ابن خطاب أي قال بروفيتي رح نستغل فرصة نتعلم شوية قالوا يا ابن عمر إني سائلك سؤالا فاصدقني وأجبني قالوا تفضل قالوا أتشهد أن عثمان بن عفان لم يحضر غزوة بدر قالوا نعم ما حضرش هل تشهد أن عثمان فرّ يوم غزوة أحد قال اللهم نعم فرّ يوم غزوة أحد قالوا هل تشهد أن عثمان بن عفان الحاكم تحن ذاك الوقت لم يحضر بيعة الرضوان مع الرسول قالوا لم يحضر ونحضر على بالي ظنوا بلقوا لا لو مش يدفع عليه قالوا بالصحة تعالى أعرفك أرواح أعلمك أعطينا فرصة ندافع عن أنفسنا قالوا لأنه عثمان عباكم كفا قتلوه الخوارج بالسكين قتلوه في دار الخلافة قالوا له بدلت الدين وورك قربت الفاميريات تاعك وسرقت أموال المسلمين شفتوها ما كيفاش وبدأ يبدو له في عيوب ماضية كان بعض الناس يقول لي هوا معك مليح كنت صراحة جاي والله واحد النهار كنت نوية والله غير قيل وحد تكلمة صافيك كان معك مليح وكانت الدنيا واقفة معها كنت غير تلمع أو تصفق كيف شما هكذا كما قال لك الثور الضاطح يكثر السكاكين تعسفها والظلمة ولكنها عبارة عن الدنيا تدور يعني سريعا ما فقال له هذا عثمان ما يصلحش يومه بشر بالجنة الملايك يحشموا منه تزوج زوج بنات من بنات الرسول إذن قال له أما غيابه عن غزوة بدر فقد كانت زوجته مريضة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندك نفس أجر تعوى واحد تشارك في غزوة بدر لأنه الزوج تبينها بنت النبي وعندك سهم انت تعوى واحد تشارك في الغزوة إذن قالوا هذه أخلاص قالوا أخلاص قال وأما فراره يوم أحد فإني أشهد أن الله قد غافر له وعافى عنه خير رب العالمي يسمح له ترك تتبع فيه هذه زنوب تاع إنسان ثالثا وأما غيابه عن بيعة الرضوان فقد أرسله النبي مكانه إلى مكة يفاوض أهل مكة وقال رسول الله يدي مكان يدي عثمان من بيعة إذن هو الحاجة لإيجابية يدورها عليك سلبية من الظلم وسوء الظنون معنى حاجة إيجابية يقلبها الكتير سلبية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزي الحميد أخرجوا آل اللطن من قريتكم إنهم أناس يتطهرون تقى ناس رهم يطعنوا في الدعاة ومنها يضالوا لهم في الشباب يهضروا ويدلوا في الباز ويدلوا في كذا هذه هي حاجة الضر اكتئة من يحكي تكون مخنية ومؤثرة عندها خمس ملايين وعشر ملايين متابعة ولا وين هذي كل متابعين وين هم يروحوا يروحوا الداعية ولا يروحوا وين لا لا لازم يدعوا لذي الحويج ونازم يقول على ذي الشيخ لا يروح دير تدعوة ما نديرش بس هنكاسي الدعاة إذن حذاري أقل عليهم لأبلأ بكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا إذن قلنا هوا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف ندافع عن المظلومين وأشهر قصة في هذا باختصار شديد كأب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك والقصة في البخاري وتاب الله عليه قبل أن ينزل القرآن في توبته كان معاذ بن جبل قاعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ تعقبيله هدى الدرس هو أعلى من ناس بالحلال والحرام على الفكرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما فعل كعب عليها كعب ما رحش معنا الغزوة غزوة تبوك قال له الرجل يا رسول الله شغله النظر في برديه وفي عطفيه قال له هؤلاته قاعد يسجن في روحه ويدبس في عبايا وقاعد يسجن في روحه وخلى الغزوة فقال له معاذ بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا على كعب إلا خيرا قال له والله غالنعرفه بني إنسان صالح وهذا الكلام لي قلت أنت ما أردت به وجه الله هكذا يدافع المسلم عن أخيه في ظهر الغيب الكلام يطول والأمثلة لا حصر لها أنا أحاول أن ندير شيئا تطبيقات على الوقت المعاصر أولا حسن الظن بأخيك في باب العبادات إذا رأيت مسلما رايح للحج ولا يتصدق بالناس شوفوا والله يرتد المسجد أو يقرأ القرآن كثيرا أو يأمر بمعرفين عن المكر فلا تتهمه بالرياء قال الإمام بن عثيمين رحم الله لا تتهم رجلا بالرياء ولو رأيته يصلي في السوق في السوق يصلى ركعتين ما تقولش يبين في روحه لأن هذا موش شغلك بينه بن ملاه حكش الصحابي يقبل قالوا له منافقة عشا شهيد واجدك لهذا الشيء هذا ظلم أو في الصدقات أو في السيام أو غير ذلك ثانيا اتهام الجمعية الخيرية والناس العاملين فيها هم يبينوا في روحهم هم يديروا في لايف هم بعدين يتطور واللي يقولك هم سرقوا الدرهم هم بعدين سكر ذاك الجمعية وما لها يتفرقوا والفقر يضيع وما كانش لا تبرع بالدم لا قفة رمضان لا لباس العيد لا أضحي إلا ولو ويقعد يتفرج فرحان عشبك الحال هكذا خليهما سيدي يروحوا للنار يعاونوا الناس يروحوا للنار لم يريدوا بها وجه الله ترك مطلع على صدر الناس قلنا من صور حسن الظن أنه قاد الإنسان مرات تفوت على واحد ما يقولك السلام عليكم والله ما شافك هكذا شايف رأنا في واحد الوقت العينين يشوفوا بصح القلب رأي يخدم في جهة أخرى وربما تكسوك تخيف تحفره ولا تقيس واحد يفوت واحد رأي يقولك السلام ما يشوفكش قلنا ببالك ما شافني أحيانا أنت مثلا متعود ربما عندك سيارة تفوت تلقى واحد في الطريق راح للجامعة ولا راح للقهبة ولا الخدمة ما رفتديه ما رفتديه مثلا ما تديهش ما تحبسش عنده لأنك حشاك مرفض لاب وبال في السيارة الريحة نتاحها ما تلع تطع وهو يقولك سيد أخي خلاني وراه مثلا اسم تحسين الظن نزيدك حاجة واحدة قادر أحيانا الإنسان تسرى تكون ما في طريق الإنسان ما رفت تأخذه معك فربما أنت معك أهلك تلموا لابسة أسود في أسودة تبان كرسي وخلاص كيف سيد خطرة واحد حبسنيها قريب تخليه في الباب لداخل الحمراء راه هذنما هو ما شافاش أنا أحسن به الظن شواذني أحسن به الظن أنا أعطيك من الحياة اليومية يعني مش رخص في نفسي فقط يعني هذه الأشياء راح تتكرر يوميا كما قلنا قبيلة تروح تخصد واحد جي تسلف عنده دراهم يقولك ما عنديش يخذك الحال هو عنده وهو شرى هو طلع هذا ما شغلك ما تسهلوش يا سي محمد في رزقه انتايا احتاج تقدر الله مش فعل الملتج يحتاج قلت يا أخي لا عندك تسلفني وبدأك إنسان راه يعاني من السلف راه مدراهم وكل عند الناس هل نشوف الناس حاصلة في الكريدي ولا ملاحانوت قادر تتفاجأ تقوله كارديلي ولا قل كارديسمح لي لا عندك خلص تخرج زعفان وتتهموه والله ما زيد شيء من عنده على ذلك حقك خطب حقه ما قدر شيء كريديك خلاص احسن به الظن باك راه في أزمة قادر يبالك حانوت الله يباك يخدم وهم الناس يسالوا له راه حاصلة له نا لانه كل واحد راه عنده أزمات تتما تشعرش بها خلاص باك تتاور راه كتا ما عندك شدرام راه خير منه هو ملياردال بصح الدنيا كل تساله الدولة تساله البنكة تساله والخارجي يسالوه والدنيا تحوص عليها كل باك حتى راه في حالة يلفلها إذن لا بد يمحصل كذلك إذا رأيت مسلمة بدون حجاب مثلا حتى ولو كان لباس متبرج فاضح صحيح نحكم على ظاهر الأمر فيما بيننا أن هذا مخالف لشرع الله بسرعة أن تتهم بالفاحشة ولو رأيتها مع رجلين في مكان المشبوه لا تتهم مسلما ولا تقذفه لأن الواقع ثاني يقول أحيانا يكون هذا أخوها أو من أقاربها ولا أكس قد تتشوف إنسان ربما زوجته غير محجبا وابنته تمتد ما ظروفه ربما هكذا هو رأي يحاول يدعوهم بالتي أحسن وهم يرفضون وزيد التمك شمسؤولة لتحاسب الناس نحن دعاة ولا سني بقوضات وبالك انتهي العيب رأي في دارك ونت رأي تشوف العيوب تالناس اشتغل بعيوبك وحارب وجاهد ذنوبك والناس إلى قدرت تنصحه بالتي أحسن ولا تدعي له دعوة خير أما تتهمه وتتهم عرضه كثير من الناس رأي يتهموا الناس خاصة المشاهيرة رح يتهم هذه المطريبات وذلك الفنانات لا أخي خليناهم ورأي يتحاسبوا على أعمالهم بصعبات تتهمها بالفاحشة هذا قذف لمجرد الصورة أو المظهر أو السلوكات والنشاطات التي يمارسونها إذن قلنا إن هذه التصرفات نحن نعايشها يوميا وبالتالي لابد من الحذر أختم بما هي فامارات حسن الظن لما نعود حسن الظن بأنفسنا أولا كي نراح تلبيل ريح راح وروحك بالعمل يلتعب بشغلك خلي هذا جارك والله لتعرفه في الطريق ولا يعمل معاك والله ما تشغلش نفسك بتتبع عورة الناس ثانيا هذا يدير للألفة والمحبة لما تعد دافع على أخوك بظهر الغيب وما تسيء شبيه الظن وتقول بالك عنده عذر بالك ما عنده وشبالك ما شافني يشبالك كذا حاول أنك تسترتاح وزيد بالزيد تجيب للألفة والمحبة ثالثا كي نحال اسمها الجزاء من جلس العمل إذا قعدت تسيء الظن بالناس يقدر لك ربي ليسيء بك الظن ويتهموك الناس كما اتهمتم فحذري رابعا بالنسبة لمسألة حسن الظن لما نحققها لا نحتاج إلى الندم لاحقا لأنك لما تسيء الظن بإنسان بعدين يظهر باللي بارئ وتقول لنا يا قلت فيه والزيد هذا الأمر ينقل الحديث وبالتالي أعراض الناس تولي مشاعة وتولي مهتوكة وانت السبب وتدي قعد ذنوبتع هذا الناس وزيد يسمع بك هذا الإنسان بفضل الناس على الغيبة والنميمة ينقل الحديث وربما ما يزيد شيء هذا معك خلاص بس صح لما تمسك لسانك وتصبر عن التهمة بالعكس يكون هذا أفضل لك وبعدين هذا الإنسان ما ينسى لكش هذا الخير وخاصة إذا دافعت عن عرض أخيك بظهر الغيب فإن الله يمنع عنك ويحجب عنك النار يوم القيامة فعلينا أيها المسلمون أن التصف بصفة حسن الظن بالناس والتماس الأعذار ما استطعنا لهذا السبيل وإذا كان الإنسان فعلا وقع في الخطأ ممكن يجي يعتذر وهذا يحصل الناس يعطاهم ربي قلوب كبيرة يقبلون العذر وإذا اعتذر خلاص عفى الله عن ما سلف هذه صفة من صفتي أهل الإيمان أيضا فعلينا أن نكون من المؤمنين الصادقين اللهم علمنا من ينفعنا ونفعنا بما علمتنا اللهم انصر إخواننا المصدعفين في فلسطين وكل معهم وأييدهم وانصرهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير شكرا